ومن تونس معنا لمناقشة هذا الموضوع رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري أهلا بك معنا أستاذ سرحان نسأل السؤال الأول الموجود الآن عدم ترشح المعارضة تحديدا جبهة الخلاص هو لعدم توفر الشروط الديمقراطية كما قالوا أو فعليا هناك سبب آخر يعني يدفعهم لعدم الدخول في المشهد الآن أهلا وسهلا حقا لما سمعته الآن من السيد أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاصة والمنسق العام لجبهة الخلاصة هي مغالطة يعني يتحدث عن الشروط للترشح للانتخابات الرئيسية الشروط واضحة هي بلوغ سنة الأربعين خلاء الملف القضائي والعدلي من الأحكام أو الصادرة أو السجن أو أي مشكل في السجل العدلي للمترشح والجنسية التونسية أبعا جد من أم وأب تونسيين ليست هناك شروط مشحفة أو شروط تتعارض مع هذه الثلاث حتى يتقدم للترشح للانتخابات الرئيسية ما في الأمر هو أن أحمد نجيب الشابي كرئيس جبهة الخلاصة والمنسق العام وهي جبهة تختبئ وراءها حركة النهضة وكان في الأول مواطنون ضد الانقلاب ثم تم الانسجام فيما بينهم وكان يطمح أحمد نجيب الشابي على أن يكون مرشح هذه الجبهة الخلاص ومرشح حركة النهضة للانتخابات الرئيسية القادمة ونعلم جيدا أن سيد أحمد نجيب الشابي له هاجز وحيد وهو تقلد منصب رئيس الجمهورية في تونس لكن هناك انشقاقات صلب حركة النهضة وصلب القائمين عليها علمنا أن هناك نية لعبداللطيف الماكي أن يكون مرشح لحركة النهضة سمعنا بالأمس مستشار راشد غنوشي رياض الشعيبي يتحدث عن أنهم ليس لهم مرشح بعينه لكن ليس لهم مانا حتى من دعم الأستاذ موندرزنيدي الذي قال أنه ينوي تراجح الانتخابات الرئيسية وليس هناك مشكل بينهم وبين سيد موندرزنيدي هذا الشيء الوحيد الذي أظنه الذي جعل رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي يقول أنهم سوف يقاطعوا هذه الانتخابات وسوف لن يشاركوا فيها إلى حين الحين الوحيد الذي يتحدث عنه نجيب الشابي هو أن يتم دعمه من الإخوان المسلمين ومن حركة النهضة ليكون مرشحهم الأساسي في الانتخابات القادمة هذا ماذا بالنسبة للانتخابات سيد سرحان فعليا بهذه المرحلة إذا لم يكن هناك مشاركة من المعارضة ومن الأحزاب التي ترفض كل ما حصل بالفترة الماضية منذ 25 جوليا إلى الآن وبالتالي من تبقى للمشاركة من الانتخابات خاصة رئاسية هنا نسأل أولا تونس ليست أحمد نجيب الشابي وليست حركة النهضة وليست هذه الشخصيات التي تقف وراءهم تونس وليدة وتونس فيها العديد من الشخصيات الذي يمكنهم القانون من الترشح فعليا سيد سرحان نسأل اليوم هناك من أعلن ترشحه أو أعلن نيته للترشح هناك صافي سعيد هناك لطفي لمرايحي هناك منظر إزنيد الذي تحدث عن ترشحه هناك من خاءت تحدث عن ترشح سيد عبير موسي بالرغم من وجوده في السجن هناك مرشح عصام الشابي الذي موجود أيضا في السجن لم يعلن رئيس الجمهورية عن الدعوة للناخبين وعن تحديد التاريخ الرسمي للانتخابات وعندما يتم تحديد هذا الموعد سوف نرى العديد من الشخصيات أو من رؤساء الأحزاب الأخرى الذين ينوينا الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بالنسبة لترشح أطراف أخرى خاصة من تحدث عنهم أنهم مترشحون من السجن على رأسهم السيدة عبير موسي إلى جانب كذلك أطراف أخرى اليوم ما خطورة أن يكون هناك أطراف مسؤولين عن أحزاب سياسية كان لديهم تمثيل كبير بانتخابات سابقة أن يكونوا في السجن أصلا؟ لا، الانتخابات الرئاسية ليست بشهوة الانتخابات الرئاسية يتقدم لها من ينشده الشعب ومن يطلب منه الشعب لأن يتقدم لهذه الانتخابات ومن يكون له خزان انتخابي كبير والعديد من الأتباع حتى يناصروا وحتى يقوموا بالحملة الانتخابية وحتى ينجح في هذه الانتخابات لكن مثل ما قلت تونس غير مقتصرة عن مثل هذه الشخصيات وإن خسروا بعض الشخصيات السياسية خزانهم الانتخابي فهذا ليس بما قام به سواء قيس عيد أو منظومة 25 جوليا وإنما بممارساتهم السياسية التي شفناها على مدى 10 سنوات والتي اهترأت اليوم من يتحدث عن خزان انتخابي لا ينسى خزان انتخابي حركة النهضة والذي انحضر من حوالي 3 مليون ونصف إلى حوالي الآن 200 ألف أو أقل يعني ليس هناك شخصية سياسية تحظى بشعبية كبيرة اليوم تؤهلها من النجاح في الانتخابات إلا من يتقدم ببرنامج واضح وبرؤية واضحة يعمل فيها على ما حققه قيس عيد من مكتسبات سواء من ضرب منظومة العشر سنوات السوداء أو منظومة الفساد ومكافحة الفساد الذي قام بها خلال السنتين الماضيتين ويمكن له أن يعمل على استغلال نقائص الأستاذ قيس عيد أو رئيس الجمهورية أو الأخلالات الموجودة في نظام حكم قيس عيد وأن يكون بديلا جديا في الانتخابات القادمة لأن نعلم جيدا أن حتى الأستاذ قيس عيد يحظى بشعبية كبيرة اليوم في تونس لكن هناك أخلالات في مساره وفي الجهاز التنفيذ الذي يثر على الدولة التونسية والطريق مفتوح لأن يأتي بديل آخر يكون متوافق الشروط وتكون له رمزية اعتبارية وخزان انتخابي وهذا لم نره اليوم إلى حد الساعة في الساحة السياسية شكرا لك ضيفنا من تونس رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان النصري شكرا لك